زابينغ عملية انتحارية من الطبيبة بالمستشفى الجيميع فاتوما بالمولستير الطبيبة تقوم قطع شرائين على يدها وهذا صار في المرحلة من المستشفى لأسباب غير معروفة ما زالتو ما عارفوهاش ينرجم ويفسروه انه الطبيبة هذي عاشت برشة ضغطات نفسية ينجر عليها مالغوزمون انها تعمل يعني حاجة خائبة في روحها بصارحة مقيد مقول يندرجني الحالة اللي عاشتها الطبيبة اسكو تاوليوم نشوفو الطبيب الطبيب اللي يديوي طبيب اللي يقوم مصباح باش يجري على صحة العباد وباش معناتها يحاول يعطي من روحه من جهده اليوم نراه فيه هو دجا في حالة نفسية سعيبة خاطر يعني كل واحد عنده ظروف يتعدى بها كل واحد عنده عيشة مغايرة مش نفس اللي ناشو اينا نفس اللي تاشو انت ما فهم حتى سباب يخليك تنهي حياتك هذا متفق عليه ومعروف لكن صح كما ما فهم حتى سباب لكن فهم برشة عمليات انتحارية كما ما فهم حتى سباب يخليك تنتحر كما ما زاد برشة عبادة تنتحر والي هو حاجة خايبة برشة ولزم ساعة تفهم شنو باش تعديت باش هي وصلت عملة العملية هذية ان شاء الله ربي يرحمها اخبار خايبة برشة مؤسف برشة ما زيلوا مقرفوش معانتها خطر عملوا محاولة النقاض يعني لتوا ما خبروش هي لابس مش لابس اثر ما متتش حاولت تعمل العملية في بلي ان انت سيباب عملة محاولة انتحار ان شاء الله هتكون تقوم لابس ان شاء الله تقوم لابس ان شاء الله تقوم لابس من هنا في بلي ميت الفيدة الإطار الطبي ككل يعني اعلن انه الطباء بحد ذاتهم في حالة نفسية صعيبة وانه توا في بقنا هذا يعيشوا في ازمات نفسية يمكن من الضغط متاع الخدمة يمكن من حالة البلاد يمكن معانتهم الحالة اللي توا دجا شايفينها بارتو انه توا العبد ولا يعيش في ضغط ملا شي دجا ملا شي يعيش في انتوغاج يخليه في ديبريسيون ملو غزمات وصلوا للحالة حالة نفسية خائبة بالحق حالة من حبوهيش واب ان شاء الله لابس ان شاء الله لابس ان شاء الله تقوم لابس ان شاء الله ربي قدر الخير خبر في مجال الطب زادة اما حاجة به على الاخر من نقيض لنقيض من نقيض لنقيض عزيزة اليوم فزا بينغ من نقيض لنقيض ان شاء الله حاجة تفرحوا شوية انجاز طبي جديد بالمستشفى الجامعي لحبيب بورجيبة بسفيقص تمكن الفريق الطبي عن قسم طب الفم وجراحة الوجه في الفاكين بتعاون مع قسم جراحة العصاب من انقاذ حياة شاب تعرض لحادث شغل وذلك باخراج قرص حديدي بطوله عشرين سنتيمتر العملية هذه انتهت وكلت بالنجاح بفضل كفاءة وليداتنا والمريض الآن في حالة مستقرة الحمد لله اخيرا نحب نشكر التاقم هذية ككل وزادة ما فيها بس كان نشوفوا الاخبار هذية في مش في الميديا بركة في التلافز خطر ماذا بينا اليوم كنا نلقاه طاقم طبي ناجح وكنا نلقاه عمل وانجاز ناجح نحكيو عليه نحكيو عليه فخر للتوينسا الكل وحتى كي يسمموا بينا في الخارج يكون هذية فخر لبلادنا وعلى أقل خليونا نعطيو ايماج به بكل المخاخ اللي عنا بالحق المزيينة بالمخاخ العالية بالقويت اللي عنا ما شاء الله بالأدمغة اللي عنا عليش ديما نحاولو نخرجو الأخبار الخايبة نوريو كان العرق نوريو كان المشاكل نوريو كان المصايب ماذا بينا كان تحكيوه على الانجازات هذية وما تنسيوهاش وتحاولو تقدمو بينا حتى بالفكر وحتى بالكلمة الطيبة باش نلقاوه معانتها نلقاو فما هكا حاجات نجم تقاوم بيه بيه أعطيني ندراها خبار ريخ عجبتني لقطة البرح برح شين لقطة صاح عندها تنقلك نهارة نهارة الجمعة نهارة الجمعة نهارة الجمعة في الليل أيضوه ريت أخبار مزيانة على الأخر ولقطة يا سر عجبتني في أيامات مهرجان الموسيقى نهارة الجمعة جيمسي هي شاب يفاجئ حبيبته ويطلب يدها في عرض من ربيع في عرض ربيع الزموري حاجة هو العرض ككل حاجة واو حاجة مزيانة على الأخر تكلل بالنجاح برافو كل أعضاء الفرقة الموسيقية لربيع وصير ربيع زدان نقولولو ألف مبروك على النجاح العرض أو ألف مبروك على نجاح العرض وهذا يتوهج يعني بطلب الشاب يعني يفاجئ حبيبته بطلب الزواج حاجة رومانتكة راحنا معانيش مانا ورفازت لدومه أنا قبل كنت كنت يتحلّس وجيك في نهاكة ولا تصير لقطة كيف نهاكة أنا أحكيه عليها كنت أقول هذوم يصيروا كم في الأفلام وإلا يصيروا في المسلسلات اللي نتفرشوا فيهم وصعيب بارش أنك تلقى راجل عنده الجرأة خطر تصور أنت في عرض كبير بارشة ويعني جمهور وما تعرفهمش راجل عنده الجرأة أنه يتقدم يعني يطلع السيخسين ويتقدم ويقول أنا أحب أن يأخذك ويلبسها الخاتم هذه جرأة كبيرة بارشة لكن في تونس وليت تندنس في تونس وليت تلقىها عامل عاملة ويحب أن يصلح معه يطلع السيخسين يلبسها الخاتم حاجة مزيينة بارشة حاجة مزيينة بارشة أنه نعيشوا الحب أنه نوريوا الحب أنه نفتخروا بالحب وأنه تحب مرتك ولا صحبتك ولا ختيبتك مثل شو بينلها اللي أنت تحبها روما شعيب وحاجة بها أنك توري اللي أنت تحب خطر الحب كما يقولوا فيها للشجعان نحن اليوم موضوع أن الحب عرفت بدينا به التصبيحة وهنا ما زينا به في زكين عرفت أنا عجبتني دي ما تعجبني ما أقولها هكذا أو نضحك عليها سحيح الحب للشجعان الجبناء تزوجهم أمهاتهم في الأخير كنا جبناء لو كان مش موافقت أمهاتنا ما نتزوجوش معناه وحاجة بها أنه فتحنا قوس عن الحب الجيمسي إننا نحب نعرف أعليش الجيمسي ما لقاش صدق إعلامي وكي ما صار في الجي سي سي معانتها ما علنوش عليهم خطر عرض رقي برشا أو أنا نقول هو مش العرض ككل هو الجيمسي ككل مهرجين رقي برشا ما قاش صدق إعلامي ما علنوش عليه في الأخبار ما جابوهش في البلاتو متاعلي غاديو ما سمعناش بي بالكل راهو ما كاملش مش موجود بالطبيعة حاجة ما تعمل لهمش بالطبيعة حاجة إذن أنت هنا إذن أنت أدرا في الحاجة إذن أن نعرف فاش قاعدين نحكي العروض اللي فيه ياسر محليها ياسر مشاركة من عديد البلدين نحكيه على مصر اليوم نحكيه على إيطاليا نحكيه على فلسطين نحكي لكم على عرض متاع فلسطين اللي حقيقة أبهرني واللي هو عرض الفرعي الفرعي ولا وفي عرض الفرعي يعني تصور أنت إفتتح العرض الوقت اللي هو فيق على فجعة في جنين في فلسطين اللي نترحمه على الشهداء التسعة شهداء اللي ماتوا دونك هو دوم وصل لتونس وسي يعني يعني يوصل ونهرت العرض متاعه يسمع يفق سباح على أخبار خاطر العملية صرت سباح على العدوان يعني الصهيوني على مخيم جنين وصدحايا يعني وشو هداء يعني عبد آخر مينج مشي يطلع سيوخسين وهو دجا قالها في الوفيرتوت طو بعد شوية نسمو ديكستخي قال إلي أنا ما نجمتش ما نجمتش نطلع سيوخسين وقبل ما نطلع سيوخسين قلت بما أني أول مرة في تونس ويعني صارت الفجاة هذه ما كنتش نطلع العرض هذية العرض هذية نحب نقول باللي هو كان على مدى العرض موجود التكبير أي وراء يعني افتتح العرض بدقيقة صمت وأنا كنت حاضرة يعني نجم نصف شنو المشهد اللي صار غاديكا المشهد اللي صار أنه الناس كل لبسها الكوفية حاملة أعلم فلسطين وحاملة أعلم تونس تونس الناس كل بالقضية الفلسطينية وعلى فكرة على فكرة الأغاني اللي هو غنيهم كلهم أغاني ثورية وغنيتهم كلهم أغاني ثورية يعني يحكي على الاحتلال يحكي على الغدوان يحكي على عنده غنيت المدينة الجديدة يحكي على واش حاجات محلهم على الأخر من الجمش نصف لكم من العرض بقدر ما أنتو ما كان عشتوه خير على خطر فما أبر أنه أنت تتفرج في حاجة مزيانة قدامك ركبش يتعدى سانساسيون محلية على الأخر فما مشاعر قعدة تعدى فما رسالة قعدة تصر رسالة تحب ولا تكرر مش توصدك المساج قعد يوصل فيه بطريقة روعة في غاية الجمال بالحق كان حاجة مكررة تأثر الجمهوري يعني هو حكاية دي جعله علاقة فلسطين بتونس والشعب كيفاش مع بعضهم موقفين يعني بالنسبة لهم فلسطين وتونس يد واحدة يد واحدة وكان هذا واضح خلال العرض حبينا يكون عنده صدق أعلم كبير حبينا كان تكون الصحافة لكلها موجودة وتحط يعني أعلم هو على فكرة خم خرج الأخبار عليه خاطر لازموش تكون كعرض مظلوم هو على فكرة على فكرة يعني قبل قبل فما عروض أخرى يعني يعني قد تمشيوا الكل لكن الحاجة اللي بها في الجمسي أنه فما تغتيات أعلمية يعني صحفيين موجودين ومصورين صحفيين موجودين وقنوات معناها أخرى موجودين يصوروا ولكن اللي أحنا نحكي وعلي اللي هو البوز اللي هو مفاميش مثل حاجة كيف نهاء كنرمال ما أنت تحكي عليها خطر هيدا كنرمال ما تحكي عليها ليه ما أحكي مشاوليها ونعرفش عدك أن أحكيوا عليها ولا هلين هم الفنانين أنا ما ريتش فنانين ما ريتش بالحق هكذا الجو التونسي متاعنا اللي نرمال موت والفنانين من سنين فنانين تبارك الله وما شاء الله ليست لا تحصى ولا تعد معناتها بالأسامي وبالمشاهير اللي عنا لريتهم لا في ميديا ولريتهم موجودين في حتى وسيلة أعلمية ما له غوزمون إن شاء الله يا ربي على الأقل في الأيامات القليلة ولا في العروض القليلة اللي ما زالت تكون متوفرة اللي يكون متوفرة للإعلام ويكون فهمة بالحق تقدير للأعمال التونسية الفنية خطر ما يش موجودة مو مش في الأيامات القدمة خطر وثق وفيد نقول إن شاء الله العام الجاي ياخد صداء إعلامي كبير وأنه هو ما زال جديد خطر في الدورة الثامنة يعني إن شاء الله إن شاء الله الإديسيون جاية تكون مشاركة قوية كيما سني خطر مشاركة قوية برشا محليهم تعرفنا على فنانين جدود محليهم على الأخر عروض جديدة تونسية مزيانة على الأخر عروض كيف كيف دولية من برة مزيانة برشا إن شاء الله ياخد حظه في الإعلام إن شاء الله ياخد حظه في الترويج أكثر فأكثر ويكون منافس البرشا مهرج النات عالمية أخرى إن شاء الله شو عنا يا خفزة بينك أنا مش شوقا حب نزيد ناس مع أخبار حاب تسمع أنا بعد اللي ريتو جوست في عالم الموضة دي جا حكينا بكري عليه حكينا مع زميلتنا ريم إيمان خليف والموضة والعرض اللي صاير واللبسة والفازات في ريموم حبيت نحط له عنوان العنوان هذي يكون موضة جنونية هيك شنون نجوم نقول عليه موضة جنونية إنك تشوف أنت روبة تتبس بالمقلوب يعني تخيل أنت روبة معانت تهو نوري والمستمعين وكل نوري ومعانتها تصاور حاجة ما تفهم هيش إسكتة والموضة واللي تهكا حاجة جنونية حاجة جنونية حاجة حاجة out of the box تخميم أخر فكرة جديدة وتنجب تكون نظرية جديدة هكا نظرة جديدة على الموضة ومفتح العالم موضة بتارقة أخرى إنتي ما تنسيش راهو أحنا تلمو نطبع الموضة نطبع الموضة لين تهردنا حتى في اللبسة وفي الدنيا الكل لين حاجة به لما نصورش كمش يخرج بربا هكيكا معانا هذه حاجة من مستحيل لين تتوقع كل شي راهو دو بالحق كريمو إنك نشوف روبة كيف انها كيكا عادي جدا أنت تذكرها فصل المخدة المخدة وقت اللي خرجت لما نهاره طول ما يتصوروا بها في اللي تيك توك وكل تحط لك مخدة قدامها تربطها بسانتور وتلقاها معانا تحطت الفيديو طوله بعرض تشتح عليه بمخدة كمشي هاني لبسة روبة وهي شنية اسبابها اسبابها وقتها صارت في عالم الموضة خرجت خرجت موديل معاناتها لبسة عوضة روبة مخدة وعمتها بسانتور الله يهديها الله يهديو يصلح رأيها خرجت وقتها لاموض وليهم معاناتها في تيك توك وفي الوسائل الأعلمية اللي هذي يتصور لي روحها وتخليني محليني معاناتها كصورة إنها لبسة مخدة معانات اليوم ما إنك كنشوف روبة تتلبس بالمقلوب عادرة ما نستغرب هيش منهم وقد رح يفقطع في تيك توك نحن حيتنا بالمقلوب معاناها جيت على روبة بالمقلوب يعني ما شوية ولا أنت تشوف الروبة معاناتها بلبوسة جنوبية يعني روبة اللي نورمال موت تلبس من لوطة عرفت تلقاهم التالي الفول تلقاهم مقلوب من لوطة أي مبدلة يعني مبدلة استرويل في عوضي تلبس معاناتها من لوطة دعيت تلبس من الفوق يتحطوا ساقين الفوق معاناتها راني حاجة جنونية شفتها كريم حاجة ما تتلقى إن شاء الله ما تصيرش إن شاء الله ما تصيرش ويلا يا تشك صح وفيش يزي فيه البركة بعد اللي كله كويرث ويزي فيه حتى حاجة بيز لي 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 رينا التاقم الطبي فغير ما يعطي نصلاحها وزيدا ما تنساش راي خدمتهم خدنا مزيانة برشة وفنيانين وعروفنا طيارة برشة لكن كل عادة هني قلت لكم نحن نحبو نحن شعب نحبو نحن 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 رويق نحن روية هذيك عليه مشي نخرجوا بسيرينا يا دنيا